السلام عليكم مرحبا من متسبعي قناة الحميدي مرحبا بكم في فقرة نسولكم جوبني اليوم ان شاء الله مع السؤال السادس اذا اخوان رجاء الناس اللي ستتفرج امتبعات الفقرة هذه الى كنتو كتستفدو منها خليولي جاي من الله يردع لكم الى ما كنتوش كتستفدو منها اولا جاكم جاتكم الاسئلة ممزينة ش ديزلايك كلمة ما فيها بس احنا كنت قبله كل شيء اذا اليوم على السؤال السادس ما هي اهم الطرق المعتمدة في بناء النص يعني النص النظري مباشرة من لك تسمع الطرق المعتمدة فاوتوماتيك موتو نظره على النص النظري سؤال موالي قدم تعريفا مختصرا لهذه الطرق اه التعريف ديلكم تكون يعني مختصرة ما يكونش تعريف يكون طويل ويكون احتى لا قدرتوا انكم تعطيوا بعض بعض الامثلة فلا بأس بذلك اه هات السؤال هدا تطرح او كيجي على الشكل تالي كيجي اه هو السؤال الرابع اذا الول تاني التالت الرابع بيان طريقة المعتمدة في بناء النصي بيان طريقة المعتمدة في بناء النصي طبعا اذا يلا الى التعريف بدون ما ترجع للدفتار بدون ما ترجع الانترنت وبدون ما ترجع يعني شي كتب او لا شي مصدر شي صديق او لا غير ذلك فقط يبدي تجاوب داك شي اللي عندك في عقلك حطو لي يتمع وان شاء الله اشتركوا في القناة الى الحلقة القادمة ان شاء الله